سلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاحق وبخير وعلى خير انا الحمد لله في نعمة كما قريتوا من العنوان وكما شفتوا يعني في الصورة المصغرة على فيديو الحمد لله راني سلكتوا ولدتوا وخرجت بخير وعلى خير صح تراهي بخيت خيبين بنتي تاني الحمد لله يا ربي هذا كامل بفضل ربي سبحانه وبفضل دعاويكم اللي وش نقولكم في الكومنتر يعني ادعيتوا لي بكامل الدعاوي نقول لكم ربي يعطيكم على حسب قلبكم ويجازيكم كل الخير ان شاء الله راح نشارك معاكم تجربة تاعي كيفاش احتدرت هذيك التشكات على الدهار هذيك لي ما تحسوا له راح نشارككم كل حاجة بالتفصيل على بل يدوك تقولوا لي وقتا شولدتي يعني ولدت نهار قبل ليلة تشك ولا يومين قبل ليلة تشك الحمد لله سلكت ووليت لداري وجوخياتي رفدوني المهم حنشارك كل حاجة معاكم بالتفصيل كيما كان بزاف لي سقسوني كيفاش ما راحش تولدي سي زغيان نغمال راح تولدي نغمال وراكي تقولي باللي راح نروح بخوغرامي يعني كيفاش هادية على بلكم ليلة كلينيك يعني بدراهمك كيما نقولو تولدي نهار لي تحبي تتفاهمي برك معا لا جينيكولوج تاعك باش تبروغراميك وش من نهار تقدري تولدي فيه انا رحت يعني نهار مقبل قبل لولادة رحت نهار مقبل درت لا فيزيت قصرت معا لا جينيكولوج قلت لها فغي موراني عيانة خلاص كنت تخونتنا في سمان البيبيا كانت سمينة الله يبارك يعني القاتني كيما نقولو واجدة قلت لها كل حاجة راني مجدتها خليني برك ولديني برك هادا ما كان الحمدولله تفاهمت تفاهمت معاها وقعت لي غدوة من داك ان شاء الله صباح التمانية ارواحي نولدوك بان دي كلانشمان وسختوكي انا ميجينيش استر يعني في تاميم قاعد كارون دو سمان بلا استر بلا والو حتى ولدوني يعني بالسيف كيما نقولو ولدوني بهاديك الدي كلانشمان هادا ايا بتشكات على الدهر المهم غدوة من داك عالثمانية كنت في الليل كليت حاجة خفيفة ارقت على البكري بينسر الدوشت مع الصباح قاتلي كولي شو يا خبز والفرمات شو يا جو دورانج ولا ارواحي لينا رحت عالثمانية يعني رحت كوغاج الحمدولله ما خفت ما والو رحت معاولة كيما نقولو بسك فريمان عييت هاداك الحم العياني تسعة شهر اكو تعارفو البنات بلا ما نشكيلكم الحالة تعييت هاداك لبوة الميزان تاني زد فيه رجلية حاشا كم بدوية تنفخو قولتي فميونو للدوكا خير من اللي نزيد نقعد نستنى كي ماشتوني رحت صباح عالثمانية هايليك ديت كابتي دوزاني كامل يعني رحت انفهم كيما نقولو خليت تامين في دارنا بقيت رجلي علاخير في لاسانسر وطلعت هكا باش نولد هنا يا غير دخلت بيانسر يبدلو لكم حواجكم عطاولي هادية البلو هادي نلبسها فينا المون الحواج اللي اديت هام ما قدرتش نلبسهم باش نولد بيهم يلبسو لكم هوا ما يتهلو فيكم وش ملا كلينيك قولت فيها لبنات في الكليينيك ديو فال تاع البيار جاية في فالديدغا المهم هنا ياكي ماشتو يلبسوني دارتلي السيرون وقلبتني بيانسر قاتلي راكي دو دوى على واحد ساعة ونصدو سوايا هاكاك انشاء الله نكون ولد وكي ما كان الحال يعني ربي سهل لي ما تقدروش تيماجيني وجاتني اسهل ولادة بلك في العالم يعني الحمدولله ما تعبت معي تموالو ديجا كي خرجت ملا صالدك وش مان كنت انفغم لو كان نلقى يعني زربيا نحكها نحكها كنت انفغم الحمدولله ربي اعطاني واحد القوة ما تقدروش تتصوروها المهم درت هديك الانشمان في يدي وبدأ يجيني سطر غير بالعقل يجيني غير بالعقل هما يقولو لك يعني كي كي قوالك سطر اروحي قولينا كنت قاعدة غير فلاسة اللي قدامي وكانو معايا نسا كنا كامل ديرين هكا هادي الديك لانشمان هادا كي ماشتو كل ما يجيني سطر ويقوالي وبدأ يعني يطول بدا يعني يتقاربو هادوك اللي كونتخاكسيون بدأو يتقاربو رحت عند هديك اللاسة شفام هاديك قلت لها خلاص راو بداي يتقاربلي سطر فيريفيتني قاتلي خلاص راكي هيلا احبطي ديراكتور من تحتا حبطوني فلاسانسورو كامل باش يديرولي هديك اللاغاشي ولا لابير ديوغال هاديك الحمدلله احبطت لتحتا يعني خسارة قالونا انت اغدي التليفون لتحتا ما حبطتوش معايا بينسغل تحتا دارونا هديك السيروم دارو لي يعني دارو لي السيروم هادك مشي السيروم عفوان لا غاشي في دهري ما كنت نحس والو بدأو رجلية يموتو بدأ دهري دوك اللي كنتخاكسيون ما نحسش بيهم بديت نحس واحدة دفافية رجلية يعني روعة تقعدو مكسلين انديري ما رحاش كاملتو ولدو لا استر لا حتى حاجة دوك اللي كنتخاكسيون ما تحسوش كامل بيهم حتى وين الطبيبات جيت بدأت تقول لك بوسي هكا زحمي زحمي بزور هكا يا طوليها باش البيبي يخرج والحمدلله ولد كنقول لكم اسهل ولادة واريح ولادة ماشي كما في تامي مولد بلا هدي يا لاغاشي هدي ولا لاطيغة جوغال كنقول لكم هدك سطر ما يتحملش ما يبصح في هاد المرة روعة روعة ديك اللي اللي اختارعها وش نقول لكم دعولوا دعاوي الخير بس كف غيما كيفاش تكونوا بسطر وكل حاجة توجع فيكم وما تقدرواش تحملوا ومن بعدها تقولوا يعني لو كنتخير تقولي آلاز وتولدت خبيان يعني ما تخافي ما حتى حاجة كانت اروع تجربة لي هي اني درت هديك تكاها هكا ولدت بيها وجربتها نقول لكم روعة 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 اللي راه هي راح تولد في الكلينيك ولا ما تخمي مش كامل بس كف غيما تجوز لها اه يعني زيادة ما عندي ما نقول لكم اه والحمد لله سلكت انا وبنتي الحمد لله ما كانش عندنا يعني حتى امراض ولا كاش هكا كي ما نقولوا لاني ما حبطتنا ولا لا تنسيان لا لا الحمد لله يعني اه ان بان سنتي كي ما نقولوا كي ما انا كي ما هي الحمد لله وأكيد ما نسيت حتى وحدة البنات كي كنت بسطر صدقوني غير دعيت لكم وحدة بوحدة لي ما عندهاش الدرية يعني سبقت في صحاب الدرية اه قاعدت نقول يا ربي ما تحرم حتى وحدة من هاد الاحساس من هاد الشعور اه يعني خليهم كامل لي يجربوا هاد الاحساس على الامومة صدقوني دعيت للي ما عندهمش الدرية من قلبي دعيت ثاني اللي مراد لي حبت ولدت هاي النجحولها في المسيد دعيت لي اللي ما عندهمش السكنة صدقوني دعيت 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 كي نقول لكم اه ما اسكتش كامل قاعدة غير ندعي ونعاود ندعي ونعاود ما نسيت حتى وحدة بإذن الله دعيت لكامل طالبات تعكم بينصغي يقول لك دعوة مستجابة الحمد لله يعني ما نسيتكم شو دعيت لكم كامل دعاوي الخير إن شاء الله ربي يتقبل مني ويستجيب لي ويستجيب لكم ويعطيكم كامل وشراكم من الثمانيين يعني على حساب قلوبكم كيما نقوله وبالنسبة ثانية اللا كلينيك هديك وش نقول لكم حاجة ربعة حاجة ما تخصكم اللي بنات يتدوروا بكم وشراكي صافة غير تقولي أي برك يجو كامل لك ما يخصك المامة تخصك ماكلة يعني حاجة ما تخصكم ربعة ربعة نفغي معجبني الحال فيها الماكلة تعهم بيان بالطباح حاجة سخونة يجيبو لكم ليتيزان يجيبو لكم كلش يعني حاجة ما تخصكم بالنسبة للبيبي تاني هديك الليلة وما يخلوها اشترقد معاكم يعني يدوها كبش ترتاحوا وتريحوا وتسولاجوا وترقدوا الليل آلز أنا هنا يا كنت غدوة من دا كنت نستنا في رجلي يجي خرجني بينسوا خملت لهم للي ديالهم وجت كاباتي كانوا في الخزانة جبتهم عمرت كامل حوايجي وجتهم وهنا كي لحقت للدار اكيد بديوا يديروا خيخياتي يعني كانوا يديروا في طمينة باش يصدقوها للجيران باش نبعت لهم كامل تبصي تبصي واكيد درت لصحاب رجلي تاني المهم طمينة هي الفل تعلولادة ديالي هاي لكي فاش زيناها هنا يا كنا يعني ندرنا حاجة سامبل بارك بس كما زال انشاء الله كي نشارك معاكم السبوع ولا يدرت انشاء الله اكيد نشارك معاكم كل حاجة بالتفصيل وراحين يكونوا افكار روعة وافكار جديدة بإذن الله هاي لك هنا يا لبنات نحبي التاني نشكر خياتي ونسا خوتي لفغيمو واش نقول لكم رفدوني جو كامل قلت هم ديجا في داري قبل ما نلحق خدموا لي الشغل داروا لي الطياب طيبوا لي البركوكس واش نقول لكم لي طيب لمشوشة لي تجيب لي الطمينة لي تسخلي تيزانة تقول لي هاكي الشربي ما خلوني شمان بان مضم بلاستي لي غسلت للبيبيا غسلت واسا والحوايج واش نقول لكم يعني نقول لهم يعطيكم الصحارب ان شاء الله يخليكم لي وبينسغ هادي تلقى هادي فقط شدة في اوقات كيما هادو ما صافي بليزير وحدة تجي تفرح لك يعني غير بالها دارا برك صافي بليزير كيما نقولوا هادي هي البنات كانت تجربة تاعي والحمد لله لي سلكت كيما كنت قلت لكم بفضل دعاويكم ونقول لكم يعطيكم الصحارب يخليكم لي على بلي كامل راكم تساءلوا وقتا شنولد ولولدتي لا مازال نقول لكم يعني الحمد لله اسلكنا وبفضل ربي سبحانه كيما نقولوا ما قدرت شبرك ندير لكم المونتاج هدك النهار ولا سيء ام بوصيب لك وتعرفوا وحدة نفسها هدك وين خارجها شوية فرحة شوية خلعة تحب تستغل مع الفامي تحب تقعد مع البيبي تشوف فيها هادي هي ان شاء الله هربي يرزق جميع محروم يا رب العالمين ويعطيكم ما تتمنوا هنا يدرت لكم هدو ما المقاطع يعني كانوا كامل مخلطين المقاطع برك باش ندير المونتاج للفيديو ونحكي لكم تجربتي لحقنا نهاية على فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم ونقول لكم يعطيكم الصحة ربي يخليكم لي ويخليني ليكم ان شاء الله ما بقى لي غير نقول لكم تهلا وفير وحتيكم تلاقى وان شاء الله في روتينة جديدة سلام